على الصندوق ولا يتحدث التعديل عن هيئة قناة السويس إنما يتحدث عن الصندوق التابع لهيئة قناة السويس يبقى احنا منتكلم هنا عليه الصندوق تاني الصندوق مش الهيئة فارق ما بين الصندوق والهيئة الصندوق تابع للهيئة ولكن الهيئة المسؤولة عنه ولكن لم يجي يقولك ايه شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال اصوله السابطة والمنقول الانتفاع بها شراء وبيع وتأجير تعود على مين هنا على الصندوق والهيئة المادة 15 مقاربة تقول ايه يكون للصندوق يبقى احنا منتكلم على صندوق هيئة قناة السويس الهيئة لها قانون هيئة قناة السويس لها قانون والصندوق له قانون اللي هو ده عندما يتحدث القانون الخاص بالصندوق يتحدث عن الصندوق وليس هيئة قناة السويس لازم نفرأ ولازم نعرأ انا هنا بقول للمواطن المواطن مش مهم ابدا يقرأ قانون ده ويتعب نفسه بس احنا واجبنا نقول له الحكاية بس نقول له الحكاية كمان الاكتر انه كان لازم مبكرا قبل ما روح للبرلمان و لما هذا الكلام يطلع من الحكومة حكومة تطلع علينا و تقول يا جماعة خلوا بالكم سيد الرئيس في المؤتمر الاقتصادي الواحد اتنين ثلاثة اربعة احنا عملنا مجلس وزراء و ناقشنا الامر و يطلع رئيس الوزراء في مؤتمر صحف زين بيطلع كده هنعمل واحد اتنين ثلاثة اربعة و نطرح الامر طبعا بعض الناس يقول لك مخاوف النقاش لا مش مخاوف النقاش ابدا ابدا ما قلقش من مواطن المصري ابدا ده نبقى سعيد و انا بطرح و اقول له تفضل انا بعمل ده و الناس تقول اه و الناس تقول لا و من حق المواطن يقول لا و من حق المواطن اللي يرى انه ده في مصنحة للبلد يقول اه و اللي شايف انه فيه خطر يقول لا حدش يقول له ما تقولش يقول حقه انه يعرف كامل معرفة ثم بعد كده ليكون رأي يبقى يقتنع فيقول اه بس ما منعوش يقول رأيه ابدا بالعكس اسمع له هو بيقول رأيه حتى لو كان رأيه عكس الحكومة و عكس مجلس النواب و حتى لو كان رأيه عكس اي حد ده حق ده حق ربنا اللازم يتعرف و اللازم يتشاف هنتكلم عنه و عن تفاصيله بعد شواء ولكن بقول عندنا ما زلنا لدينا مشكلة حقيقية فيه انا بقصد هنا لما بنقدم تعديلات او مشروعات قوانين تمس الناس او تعمل دوشة هو انا بعمل كده لما اعمل كده اسأل هو احنا لو اخترنا التوقيت ده النهاردة هل هذا هو التوقيت المثالي لازم نسأل السؤال و ايه اللي يمنع ان انا اعرف في الرأي العام هل ده توقيت مثالي اطرح ده ولا اجله شوية تظل اي حاجة اي شيء النهاردة اي بقولك والله اي حاجة لو انت بتتكلم النهاردة على الرز لو بتتكلم على البطاطا البطاطا بكلمك على البطاطا لو بتتكلم عليها انا بكلمك بجد لو بتكلم على البيض لو بتكلم على الفراخ لو بتكلم على اي حاجة أي شيء النهاردة في الظروف اللي احنا فيها اللي فيها العالم كله أي حاجة تخلي الناس تتشكك الأول وبعدين تصدق تخيل يعني مش هيصدق الأول لا يتشكك ويحاسس على كل حاجة له حق مقولش لا له حق ليه؟ لأنه عنده تجارب فمش عايز يكرر أبدا اللي حصله كتير قوي ما هو شاه وعانى وتطلع ناس تقول لك والدنيا والدنيا وفي الآخر تبقى الدنيا شايفين يعني لكن دلوقتي فعشان كده أي شيء يتعلق بالناس المواطن له حق أنه يسأل عشان يعرف هو أنا اللي هيعرفه من خلالنا آه وإحنا الأمانة أسأل حاجة تطلع تقول إيه؟ إزاي؟ أسأل حاجة أسأل حاجة دغدغة مشاعر الناس أصعب شيء على الإعلام أنه يطلع يقول لك الحقيقة أنا بقول لك هو أسأل حاجة الناس راح دماغها ويطلع لك إزاي؟ ويشكك في أي إجراء يتاخذ أسأل حاجة على فئة أنا بقول لك دي أسأل حاجة الأصعب أنك تقول للناس الحقيقة الأصعب لأنه دي في ناس مش عايزك تقولها تبقى عملية صعبة قوي عشان تقولها بس الأمانة الكلمة أنك تقول الصح حتى لو على رأبتك ومتبقاش خايف أبد أن احنا منتكلم على بلد مش مصطحة خاصة لأي حد فينا لأ فنطع نتكلم كده ونقول الحكاية إيه؟ أولها إيه وآخرها إيه؟ نشوف أخبارك ترجمة نانسي قنقر